نرجع بقى لمنتخبنا الأول منتخب الأول مبدئيا حظر إعلامي في حضور صلاح ده كانت كواليس تدريب منتخبنا الأول قبل مواجهة السنغال زي ما حضراتكم عارفين خاض المنتخب تدريبنا الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني النهاردة الاثنين على استهاد الدفاع الجوي من أجل الاستعداد لمواجهة منتخب السنغال ضمن مبارتية الدور الفاصل والحاسم والمؤهل لكأس العالم 2022 بقتل اليوم لمنتخبنا الوطن على استهاد الدفاع الجوي كان خفيف زي ما حضراتكم سمعتم من الكابت الناجي استشفى لمعظم اللاعبين بسبب ضغط المباراة سواء اللاعبين المحترفين محليا أو المحترفين خارجيا لأن الحقيقة الكل كان عنده مباراة مضغوطة جدا ما بعد نهاية كأس الأمر الأفريقية وحتى الآن نادي الأهلي كان عنده مباراة كثيرة جدا نادي الزمالي كان عنده مباراة كثيرة أيضا نادي بيراميدز الليفر بول أو الأندية اللي بتلعب المحترفين خارج مصر كلهم كان عندهم مباراة كثيرة وبالتالي النهاردة مفيش حاجة هو حاجة استشفى كده وبعدين محاضرة فنية عملها كالوس كيروش في فندق الإقامة اتكلم فيها عن المرحلة المقبلة وكيفية دراسة المنتخب السنغالي بوجود اللاعبين المحترفين اللي هم وصلوا الحقيقة مباراة كما اتخذ أيضا كالوس كيروش المدير الفني قرارا جديدا وهو فرض حظر إعلامي على المنتخب الوطني والتدريبات ومنع الدخول للمعسكر أو الميران سوى فقط ما يخص المنتخب الوطني والعاملين في المنتخب فقط لا غير اوكي احنا معاك كلنا في ضعرك مش عايزين نشوف حاجة يش عايزين نعرف حاجة ان شاء الله نشوف منتخبنا بأفوز يوم الجمعة القادم تواجد طبعا محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخبنا الوطني في المعسكر وقام الدكتور محمد أبو العلب اللي تمقنان عليه عقب إصابته مع الرجز قبل الانضمام للمنتخب الوطني اتما أن أيضا الجهاز الطبي للمنتخب الوطني على فرص لحاق محمد صلاح بمبارتي السنغال الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يحضر مران المنتخب لدعم اللاعبين قبل موجة السنغال حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مران منتخبنا الوطني اليوم الاثنين الذي يقيم باستاذ الدفاع الجوي استعدادا لمبارتي السنغال يوم 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم واكتملت اليوم القوة الضاربة للمنتخب بوصول جميع المحترفين حمد صلاح وإنني وعمر مرموش ومحمود رزيجي ومصطفى محمد استعدادا لمواجهة السنغال عايز برضا أقول لحضراتكم أن باحثة السنغال تصل إلى القاهرة إن شاء الله يوم 23 مارس الجاري إن شاء الله بعد بكرة لمواجهة منتخبنا في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 كشف أيضا اتحاد كرة القدم أنه سيتم تعيين متحدث رسمي لمنتخبنا الوطني قبل مبارتي السنغال والإعلان اليوم حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي شيء ولكن مصدر باتحاد كرة القدم المصري قال إن المجلس سيتخذ قرار بتعيين متحدثا رسميا باسم المنتخب مصر للتواصل مع الإعلام خلال الفترة المقبلة وذلك قبل مبارتي مصر والسنغال التي ستجمع طبعا بين مصر والسنغال في المبارتين القادمتين وحسب موقع كورو بلاس سيتم تعيين متحدثا رسميا تذكرتي أيضا بتعلن نسب المحافظات من شراء تذاكر مباريات مصر والسنغال تذكرتي تعلن نسب المحافظات كشفت شركة تذكرتي عن نسب محافظات الجمهورية في شراء تذاكر مبارات منتخب مصر أمام نظيره السنغالي أمام حضراتكم الغربية أربعة وشوية أهلية أربعة وشوية برضو طبعا القاهرة هي وغدة الجزء الأكبر من التذاكر بين السويف البحر الأحمر كل محافظات مصر زي ما حضراتكم شايفين ستتابع أو ستقاذر وتدعم منتخبنا إن شاء الله في مباراته المهمة جدا يوم الجمعة القادمة كابتن عماد النحاس النهاردة كان أول يوم لقيادته لتدريبات الاتحاد السكندري وكانت الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد عقد جلسة مع النحاس واللاعبين قبل انطلاق التدريب وتحدث عن فتح صفحة جديدة وذلك لتلبية طموح جماهير نادي الاتحاد السكندري كل التوفيق لكابتن عماد النحاس واحد من المديرين الفنين الكبار اللي حقال إن شاء الله يبقى لهم دور جيد مع نادي الاتحاد السكندري ترجمة نانسي قنقر